موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين في صحيفة المدى تسجيل 2334 إصابة جديدة بكورونا والصحة تحجز العلاج في صحيفة الزمان الاقتصادية النيابية الإراد المتحصل من المنافذ عشر المجموع الفعلي موسيقى في موقع عربي 21 أمريكا تضبط شحنة شعر بشري يعتقد أنها لسجناء الإيغور موسيقى في صحيفة القدس أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة موسيقى في الشرق الأوسط منظمة الصحة تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا موسيقى في صحيفة العرب اللندنية سلاح حزب الله كابوس يؤرق اللبنانيين موسيقى وفي العربي الجديد الوفد العراقي في بيروت مجرد مجاملة سياسية بين حلفاء موسيقى 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 إذن مشاهدين الكرام التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5 على 6 على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعين ضبط أجهزتهم على التردد الجديد وأن التردد القديم سيتوقف قريبا موسيقى موسيقى ايرانية خالصة هدفها خلط الأوراق وكسب الوقت وتبريد حماس المنتفضين من ثوابت التاريخ العراقي الأسود الذي كتبه الإيرانيون ليس في عام 2003 وما بعده بل قبل ذلك بكثير باقر الحكيم وشقيقه عبد العزيز وهادي العامري قائد منظمة بدر ذراعهما المسلح كانوا أولى المؤتمنين الذين استخدمهم الخمين في حروبه التي أراد بها احتلال العراق بل أكثرهم إخلاصا له وتفانيا في خدمته دون جدال مقال الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية استمعوا إلى جزء منه من الثوابت في المسألة العراقية من 17 سنة أن إيران هي الحاكمة وعليه فليس معقولا ولا متاحا أن يخرج عمار الصغير ورفاقه الصغار من خيمة الولي الفقية فهل يعقل أن يكون عمار الحكيم والذين معه في تحالف عراقيون قد صحت فيهم الوطنية أخيرا وامتلكوا الشجاعة الكافية فجأة فقرروا الاستفافة مع رئيس وزراء تعاديه فصائل الحشد كافة ويتطاول عليه أبو علي الولاء وقيس الخزعلي وهما أكبر قائدين في الحشد الشعبي ويتحديانه بمسيرات عسكرية استفزازية مهينة في عقر داره ويهددانه بالقتل ويعلنان صراحة أن برلمانهما سيقوم باستجوابه ثم إسقاطه وطرده في النهاية لا من الرئاسة فقط بل من العراق كله كذلك والأكثر مرارة في لعبة تبادل الأدوار هذه أن الكاظمي جعل العراقيين يصدقون بأنه باعتقاله أعضاء خلية الصواريخ من مسلحي حزب الله قد حزم أمره وقرر أن يبدأ حربه المقدسة ضد من أسماهم بالعابثين بالأمن الوطني حتى لو كانت بظهرهم إيران بقضها وقضيضها ثم فجأة يجده العراقيون قد استدار إلى الوراء وزار المعتقلين الذين أطلق سراحهم قضاء مدحة المحمود وفائق زيدان لعدم كفاية الأدلة ثم اعتذر لهم وراح يصالحهم مع قادة جهاز مكافحة الإرهاب الذين قام حزب الله باعتقالهم وقايد بهم لإطلاق سراح مسلحي الإشكال هنا يكمن في أن مصطفى الكاظمي من أول أيامه في الرئاسة أوحى للجماهير العراقية الغاضبة بكلامه الكثير وفعله القليل بأنه البطل الوطني الحقيقي القادم لاستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون واشتثاث الفساد وهذا طبعا لا يتحقق إلا بقطع أيدي المختلسين الكبار وهم موكلاء السيد الإيراني ثم تجريد الحجد الشعبي من سلاحه وهو سلاح إيراني الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية صفة ملازمة لعمل النظام السياسي العراقي فما أن يحاول الخروج من واحدة حتى يجد نفسه في أخرى أكبر وقعا من سابقتها وهكذا بعد أن أثبت عدم قدرته على وضع الحلول المناسبة التي تسهم في سائد عائم بناء دولة وفق أطر قانونية وعلمية ومنطقية حول الأزمة المستمرة في العراق كتب أثير نظم الجاسور في صحيفة المدى بات هذا النظام يتعايش مع الأزمات لا بل بات يتغاضى عن الأخطاء مهما كبرت ويتعامل معها بحلول وقتية ابتداء من الخدمات حتى التعليم والصحة والاستثمار وتبديد الأموال وقضايا الفضائيين التي لا تخلو منها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة مروراً بقضية السيادة وانتهاكات الجوار لها عبوراً على الدين الخارجي امتداداً لسوء إدارة الدولة وغيرها مشكلة النظام الحالي هو معرفته الكاملة بحجم الخراب الحاصل الذي تسببت به السياسات الخاطئة التي تبعث الأحزاب في إدارة شؤون الدولة تحديداً في إدارة السياسة المالية للدولة ما جعلها عرضة لمشاكل مرعبة تهدد بين الحين والآخر المواطنة في حياته وقوته ومعيشته وكانت المشكلة الأكبر أن الأحزاب تواجه أي اعتراض أو نقد على سياستها بالعنف ما أسهم في إرساء ثقافة عنفية تتبعها السلطة تجاه شعبها وهذا ما جعلها تعيش في عزلة تامة عن الأحداث الواقعية الحاصلة في الشارع عموماً أن النظام ما بعد 2003 أسهم في وضع مفاهيم جديد غير الظلم والتعصف التي ورثها عن النظام السابق وهي مجموعة من المفاهيم التي رسخت التفتث والتقسيم والابتعاد والهويات الفرعية والانحياز وكل ما له من علاقة بالانفصال عن الواقع وما ترسخ في ذهن المواطن عن نظامه الجديد هو استخدامه لاستبداد محدث عن السابق استبداد مؤطر باسم الديمقراطية التي لغاية اليوم لم يرى منها المواطن سوى بعض الأجهزة الإلكترونية وبعض التحديث التكنولوجي والهواتف الذكية وبعض من السب والشتائم التي لا تقدم ولا تؤخر اليوم نعاني من أزمات حقيقية تنظر بحدوث كوارث اجتماعية على اعتبار أن العلاقة بين المواطن والدولة أو الحكومة علاقة منفع متبادلة بتلي يجد المواطن نفسه في هذه الحالة الخاسرة الأكبر من هذه العلاقة التي بنيت بالأساس على المنفع لطرف واحد الأحزاب وجد المواطن أنه المضحي الوحيد سواء بالروح أو المعيشة تعيش الشعوب الحرة درة ماضيها التليل وتستذكر محطات كبيرة ووقاع مؤثرة وشخصا رسمت معالم مستقبل بلادها وحققت عنفوان ودروة الانتماء الوطني لبلادها ودفاعها ع وجودها وديمومة حضورها ومستقبل أجيالها وصولا إلى غايتها في الحياة الحرة الكريمة وتدعيم أواصر الوحدة الوطنية ودعم وإسناد حقوق الشعب الثائر في تطلعاته وإيمانه بقضيته العادلة نحو الاستقلال والحرية تامة بهذه المعاني الأصيلة يستذكر شعبنا العراقي المجاهد الذكرى المئوية لثورة العشرين الظافرة التي انطلقت ضد الوجود والاحتلال البريطاني حول المئوية الأولى لثورة العشرين كتب أياد العناس في صحيفة البصائر العراقية جاء الثورة العشرين لتشكل عطافة كبيرة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق ولتعلن عن نفسها أنها جامعة لأمال كل العراقيين وأنها ذات أطر سياسية تتمثل في رفض الهيمنة البريطانية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والوقوف بوجه الإرادة الاستعمارية التي مثلتها القوات البريطانية في إساءتها وسوء تعاملها مع أبناء العشائر العراقية في عموم محافظات العراق في الوسط والجنوب وصولا إلى شمال البلاد حيث العشائر الكردية والعربية المتآخية في حب العراق والانتماء إليه وحققت بعدا سياسيا في مفهوم الوحدة الوطنية العراقية الرصينة لتؤكد وحدة النسيج العراقي المتماسك وتعزز روح الانتماء الوجداني وتؤطر حالة الوجود الحقيقي المتعاطف مع الثوار وحركتهم وأصالة مبادئهم حققت الثورة صورة ناصعة في مواجهة المد والوجود العسكري المتمثل بآليات ومدرعات وأسلحة المحتل البريطاني في مواجهة شعبية كبرى تمثلت فيها الإرادة الجماهيرية وصلابة الموقف وشجاعة الثوار وهم يقاتلون بأسلحتهم التقليدية البسيطة معاقل القوات البريطانية وبجميع أسلحتها وصنوفها الدفاعية والهجومية وهذا شكل جهدا عسكريا مهما أكد روح واندفاع الثوار وإيمانهم الحقيقي بأهدافهم ومشروعية قضيتهم في المنادات بالاستقلال الوطني واستعادة سيادة وكرامة البلاد تبقى إرادة الشعب العراقي وصفة الوفاء والانتماء لرجال ثورة العشرين هي الدافع لأساس لكل المؤمنين من الرجال الشجعان والأبناء الأصلاء المنتمين حقيقة إلى أهداف مبادئ هذه الثورة وشعلتها الوضاءة في استذكارها في ذكرها المئوية وهم يسطرون أروع الملاحم البطولية والمواقف الشجاعة وتمسك بمبادئهم والدفاع عن قضيتهم باحتضانهم لثورتهم المجيدة ثورة الشعب ثورة تشرين المباركة أحمد راضي قضية وطن بهذه الكلمات افتتح الكاتب ياسق ضير البيات مقاله بصحيفة الزمان جاء فيها ذهب أحمد راضي إلى دار حقه وذهبت معه كرته الذهبية وقميصه الأخضر وذكريات كروية صنعت مجدة مثل ما صنع مجدا لها في المحافل الدولية فقد صنع لجمهوره فرحا أثناء الأزمات والحصار والجوع ووحدهم عراقيا وقلع طائفيتهم وقومياتهم وأديانهم وأيضا كان أسطورة المبدعة أحمد راضي سفيرا وطنيا لرفع العلم العراقي خفاقا في ساحات العالم كان المرحوم في المستشفى يعاني مزدوجات المواقف فالخدمة الصحية كما قيل من رجال الطب كانت ملتبسة في طريقة الخدمة والعلاج والأجهزة ليست على ما يرام وبروتوكولاته الصحية متناقضة ولا تأخذ طبيعة حالته الصحية ودرجة الإصابة وقوتها بعين الاعتبار وطبلة المريض ممزقة ومخجلة مكتوبة بخط مسماري باليد كما كانت طريقة الدعاية مرعبة ومموجة تتصدرها نرجسية مدير المستشفى المرتفعة بحرارة العظمة مع أن القانون الطبي المتعارف عليه عالميا لا يسمح للمدير وكادره الطبي أن يعقد جلسة مناقشات في غرفة المريض وكأنها مؤتمرات صحفية وهو يتحدث عن ضلال الإعلام وتشويه الحقائق ويبرز بطولاته الخائبة ويحاصر راضي غير القادر على التنفس لكي يتكلم عنهم بإيجابية رغم أن ما حدث في الغرفة من أخطاء قاتلة لا يختفر طبيا فهل يعقل أن يكون معه مرافق والغرفة تتعطر بالفيروس القاتل؟ وأن يترك بدون ممرض يرافقه ويتابع حالته؟ فكان الهدف القاتل الأخير عندما ذهب أحمد إلى الحمام لوحده ورفع قناع الأكسجين دون مرافق صحي فحدث ما حدث هناك الشيء الأخطر فقد كانت صورة راضي كما رأيته في وضع نفسي سيء للأسباب الكثيرة بسبب الضغوط التي تعرض لها من قبل إدارة المستشفى وزيارتها الدعائية له وكاميرات الإعلام المختلفة وهي تتجول بحرية غادرنا أحمد راضي أيقونة الكرة العراقية وهو ينصحنا بصلاة الصبح ومساعدة الفقراء بصوت وطني لا يقبل القسمة كان هدافا ضد طائفية وعابرا لها وساحرا كرويا عاشقا للكرة والحياة والناس مانحا الفرح والسعادة لعراق الأزمات والمحن فكانت كرته الذهبية تتألق بعراقيتها زهوا من أجل عراق كان يعشقه وعراق يعشق وطنيته وأسطورته المبدعة أحمد راضي قضية وطن قبل أن يكون رياضيا ورمزا عراقيا قدم العراق أكثر من الأصوات الناعفة الحاقدة كان عراقا بصفاته وعموقه التاريخي وطيبته وتسامحه سلمت فرنسا الجزائر 24 جمجم وتعود لبعض محاربي المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي قطع رؤوسهم في القرن التاسع عشر وتم تخزينها في متحف في باريس في قطوة تأتي عشية احتفالات الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الجزائر ما يعد بحسب صحيفة لوموند الفرنسية بادرة ورغبة في التهدئة بين باريس والجزائر بالعودة إلى الوقائع وفي يوم السادس والعشرين نوفمبر 1849 وبعد حصار دام أربعة أشهر شن ما يقارب ستة ألاف جندي فرنسي بقيادة الجنرال إيميل إيربيليون هجوما على الزعادشا وهي واحة محصنة على بعد 200 كم جنوب قسنطينا وكان يسكنها عدة مئات من السكان كان يدافع عنها مقاتلون مقاومة بقيادة أحمد بوزيان والملقب الشيخ بوزيان لقد قتل جنود الاستعمار الفرنسي حينها أكثر من 800 من السكان المحليين في المعارك وتم قتل الناجين ومن أبشع الوقائع قيام أحد الجنود ببتري ثدي امرأة فقيرة ماتت بعد لحظات قليلة وهناك أيضا أخذ جندي آخر طفلا صغيرا من ساقيه وكسر دماغه على الجدار وفق شهادة الصحفي لويس دي بودكور في كتابه الحرب والحكومة الجزائرية من بين هذه الجماجم جمجمة الشيخ بوزيان التي كان يحتفظ بها في مجموعات متحف الإنسان بباريس الذي كان يضم 24 من الجماجم التي أعادتها فرنسا إلى الجزائر يوم الجمعة الثالث من يوليو الحالي ووصلوا على متن طائرة عسكرية فجر السبت محاطين بالعديد من الطائرات المقاتلة واستقبلهم الرئيس عبد المجيد تبهون وكان المؤرحون والأكاديميون الجزائريون ثم الفرنسيون قد طالبوا بإعادة هذه الروفات إلى بلادها لدفنها دفنا كريما كما كان الحال بالنسبة لعشرين رأسا من الماوري إلى نيوزيلندا من قبل المستكشفين والبحار الغربيين في عام 2012 قال الخبير طارق باقوني المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أن خطة الضم الإسرائيلية سينتج عنها حقبة مقاومة فلسطينية جديدة وأوضح باقوني في مقال نشرة بصحيفة The New York Review of Books أن الفلسطينيين في المناطق المحتلة وفي إسرائيل وفي شتات والذين خاب أملهم في القيادة الرسمية باتوا بشكل متزايد يعيدون تعريف نضالهم بعيدا عن ما يعتقدون أنه سراب الدولتين وباتجاه مقاومة واقع الدولة الواحدة تعطي خطة ترامب الضوء الأخضر للمضي قدما في ضم ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك ما يزيد عن 200 مستوطنة وبؤرة استطانية إسرائيلية وجزء كبير من وادي الأردن إلى إسرائيل بما يزيل وهمان الاحتلال مؤقت وباسم حل الدولتين الواقعي تدعو الخطة إلى إقامة كيان فلسطيني في المناطق التي لا تخضع للضم من قبل إسرائيل والتي تحيطها بالكامل الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية سوف تضم هذه الدولة المفترض أنها ستكون مستقلة مجموعة من الجيوب الحضرية التي ترتبط ببعضها البعض عبر شبكة لم تنشأ بعض من الجسور والطرق السريعة الدفينة والأنفاق الفلسطينيون في المناطق المحتلة وفي إسرائيل وفي الشتات والذين خبأ أملهم في القيادة الرسمية باتوا بشكل متزايد يعيدون تعريف نضالهم بعيداً عما يعتقدون أنه سراب الدولتين وباتجاه مقاومة واقع الدولة الواحدة فبدلاً من الاكتفاء برموز الدولة وبجيوب من الحكم الذاتي الفلسطيني فإن نقطة البدء بالنسبة لهم تتمثل في سيادة إسرائيل الحصرية على كل الأرض الواقعة بين النهر والبحر وتركيزهم يتوجه نحو الحكومة الإسرائيلية من حيث أنها توفر حقوقاً مدنية وسياسية لليهود وتحرم منها الفلسطينيين بدرجات متفاوتة تتوقف على مواقعهم بالنسبة لأولئك الذين يدافعون عن إحداث نقلة في استراتيجية التحرير الفلسطينية تشكل هذه اللامساواة البنيوية الحافز الأساسي نحو النفيرة يمثل النضال من أجل تحرير فلسطين تهديداً أساساً للاستعمار الاستيطاني والأبرتد الإسرائيلي وهو المنظومة التي تأسست ولا تزال قائمة على التطوير العرقي وسرقة الأراضي وإنكار حق الفلسطينيين في الإنسانية والسيادة يضع رجل هندي كمامة مصنوعة من الذهب معتقداً بأن أفضل حل الوقاية من فيروس كورونا المستجد المتفشي بشكل كبير في الهند معبراً عن حضه للمعدن الأصفر النفيس وأشار رجل الأعمال شانكار كورهادي من مدينة بونا في غرب الهند إلى أن الكمامة مصنوعة من أنصتين من الذهب ستين أراماً واستغرق إنجازها ثمانية أيام وقال شانكار إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدة على التنفس مضيفاً لا أعلم ما إذا كان ذلك كافياً للوقاية من فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى وأشار رجل الأعمال البالغ من العمر تسعة وأربعين عاماً إلى أنه يهوي التزيين بحلي ذهبية تزن كيلوغرام لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلقاكم بإذن الله